منشتات معاكي مهمة جدا ومن المنشتات اللي لفتت نظري طبعا كالعادة برضو من الجمهورية أشرف حكيمي بيتحدث عن أن ريال مدريد رفضت استعاداته كان بيمكنها أن هي تراهن عليه يعني لكن هي خسرت الراهان وده طبعا بعد انتقاله من أنتر ميلان وبالمناسبة برضو حكيمي لسه مخلف من يومين جاب ولد اسمه نعيم خلينا نعرف تفاصيل منك أكثر تفضلي تفضلي نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي في قناة النادي الأهلي في كل مكان هنا زي ما قلت من مقر جريدة الجمهورية نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرادية الصادرة صباح اليوم وتحديدا طبعا المنشتات ومعانا للتعليق عليها الصحفي حسام الغرباوي ويمكن معانا أول خبر من موقع مصراوي وده طبعا عن منتخب مصر والمواجهة المرتقبة أمام السنغال في المباراة الفاصلة لتحديد الصاعد أو المنتخب اللي هيصعد إن شاء الله لكأس العالم رسميا فيفا يعلن مباراتي مصر ومعاد مباراتي مصر والسنغال طبعا يمكن في متن الخبر أنه التحديد الدولي لكرة القدم أعلن أنه إقامة المباراة هتكون يوم 25 مارس دي اللي هتكون في القاهرة أما المباراة اللي هتكون في السنغال هتكون يوم 28 مارس تاني منشت معانا ومن يلا كورا عجل الدوري أبطال أوروبا تعود للدوران بعد توقف شهرين وزي ما احنا عارفين النهاردة إن شاء الله ريال مدريد هيقابل باريس سان جرمان ومنشستر سيتي هيواجه سبورت انجليش بونا البرتغالي بعد توقف شهرين طبعا الأجندة الدولية والمباراة كانت متوقفة كمان خلينا نقول لكم من موقع الجمهورية أونلاين حكيمي ريال مدريد رفض استعدتي ده كان تصريح طبعا للمغربي أشرف حكيمي اللي يتقلق ويقدم مستويات كبيرة جدا مع باريس سان جرمان في الفترة الأخيرة وكمان مع منتقب المغرب وزي ما قلت يا نهوان هو قال أنه ريال مدريد يعني يمكن ما كانش داعم لي في فترة من الفترات ورفض استعدته وبناء عليه طبعا هو تقلق دلوقتي مع باريس سان جرمان وهو سعيد في الدوري الفرنسي أما آخر خبر معنا فمن جريدة اليوم السابع كريستيان إليكسن يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب 8 أشهر طبعا النجم الدنماركي كان غاب عن المباريات لـ 8 أشهر بعد صبته بنوبة قلبية مفاجأة في الملعب ويمكن معنا طبعا زي ما قلت لكم الصحفي والأستاذ حسام الضربوي للتعليق على الأخبار اللي معنا برحب بيك معنا يا أستاذ حسام أهلا مسحنا بحضرتك وإخوة في الأستوديو خلينا نتكلم عن مباراة مصر والسنغال المباراة المرتقبة التصفيات الناس كلها متفألة رغم طبعا الخسارة الفاتت في نهائي كأس أولم الأفريقية التفاؤل ده تفسيرك لي إيه؟ التفاؤل هو طبعا جيه بعد مع منتخب مصر ظهر بشكل متميز جدا بشكل رجولي بقى في إطار عام موضح قوة المنتخب اللي كان منتظر من بداية المنافسات أيام من ساعة ما قابلنا ناجيريا في أول مرة وكان فيه إخفاق ولكن طبعا قدر كروش وجهاز الفاني أنهما يصل لي التشكيل المناسب وطبعا شوفنا إحنا المنتخب قدقي كان ند قوي جدا للسنغال وقدرنا أن إحنا في خلال أربع أشوات ما قدرش تفوق علينا خالص وإحنا كنا قريبين جدا بالفوز بالمباراة رغم الإخفاء ولولا ضربات الحظ الترجحية يعني وإخفاق بعض اللاعبين عندنا كان زماننا واخدين البطولة فطبعا ده إدى حماسة كبيرة جدا حتى للجمهير نفسها اللي نجدت بالمنتخب وقدمت له التحية والتقدير لأنه فعلا كانوا أبطال وكانوا بشكل رجولي جدا وعلى رأسهم طبعا أبو جبل فإن شاء الله ده إدت دفع معنوية قوية في إخلال الإعداد للمباراة القادمة وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل خير خاصة إحنا خلاص خدنا للثقة هيبقى كروش عارف وبيعمل إيها وطبعا دلوقتي بخطة زي إحنا نجهز من خلال بقى إن إحنا نشوف العناصر اللي عندنا إيها نشوف الظاهرية الأيمن طبعا إحنا عندنا أكرا توفيق عنده إصابة مين مش موجود في المنتخب حلقة تحيب تكون ما يكون موجود والله إحنا كان عندنا طبعا حامد الناس كلها كانت طبعا إزايا أفشا طبعا كتير كلم عليه طبعا دي هتبقى برضو مش عايزين نفرض رأينا تاني نرجع لنفس النغمة اللي هي بتأثر على الجهاز الفني وكروش رفضها تماما إحنا أهم حاجة يبقى المنتخب قوامه الأساسي كل واحد في مركزه عشان نقدي بشكل كواس وإن شاء الله نتأهل بيزنك الخبر كان نهواند بتسأل حضرتك عن حكيم أشرف حكيمي وخلينا نسأل بشكل عام بقى المحترفين أو نجوم شمال أفريقيا بعد تقلقهم في الدوريات الأوروبية عندنا محمد صلاح عندنا رياد محرز عندنا حكيمي يعني شايف تجربة اللاعبي شمال أفريقيا وطبعا المصريين والتوانسة والمغربة شايفها زي في الدوريات الأوروبية طبعا نجحة جدا وبقى أصلا الكثير من اللاعبين العرب والأفارقة بقى هم دعائم أساسية في أغلب أو جميع الدول الأوروبية أو المنتخبات والفرق الأوروبية وطبعا واضح جدا على رأسهم محمد صلاح وطبعا نتيجة إزاي اللاعب يتم تأهيله بشكل كويس من خلال بلاده والسن المناسب طبعا التزامه هو طبعا مع المنتخب أو الفريق اللي هو بيروح له وده ظهر طبعا مع محمد صلاح وحكيمي دول من الشخصيات الجميلة أو الشخصيات المؤدبة منقول بيبقى مكتهد قوي أنه هو عايز يوصل وده اللي شفناه مع حكيمي ومشواره مع سان جرمان اللي نضم ليه مؤخرا يعني شكرا جدا يا سيد حسام شكرا نورتنا على شاشة قناة ناديل شكرا شكرا جزيلا طبعا ده كان لقاءنا وتعليق الصحفي الأستاذ حسام الغربوي والصحفي بالجمهورية على منشطتنا شكرا لكم جدا وعود إلى الأستوديو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة